بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع لكن حلقة دسمة مليئة بالتفاصيل والكواليس والأخبار وكمان عندنا النهاردة مباراة مهمة جدا مباراة سموحة في الجولة الثلاثة وعشرين من عمر مباريات الدوري العام حلقة فيها تفاصيل مهمة جدا وجاية كمان مع اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة اتحاد الكورة اللي عنده ملفات عديدة بيتم حسمها خلال الساعات اللي جاية ملف المدير الفني للمنتخب الأول المنتخب الأولمبي المدير الفني لاتحاد الكورة وايضا الخبير الأجنبي اللي يكون رئيس لجنة حكام خلال الساعات القليلة القادمة بعد بالتأكيد ما يتم توجيه الشكر للكابتر عصام عبد الفتاح ويكون عندنا التفاصيل مهمة وأخبار جديدة في هذا الملف بالتأكيد لكن بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة ليه علاقة بالتأكيد بمباراة الأهل واسموحة عايز عرف توقعاتكم ليه نتيجة مباراة الأهل واسموحة ومين ممكن يسجل الأهداف شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم ومشاركاتكم على توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يكون النهاردة هداف الفريق أو يسجل أهداف في مباراة الأهل واسموحة لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي الأهلي يواجه سموحة الليلة بالأسكندرية وكمان تلاتنبيرج يصل القاهرة اليوم وتوجيه الشكر لعبد الفتاح وأخيرا تريزيجي يقترب من الاندمام لترابزن التركي بأعلى راتب عنوين مهمة لكن بالتأكيد التفاصيل هتكون فيها كواليس أهم ومليئة بالأسرار لكن نروح لمباراة اليوم النهاردة في مباراتين في الدوري المصري استكمال بالتأكيد الجولة الثلاثة وعشرين الساعة سبعة برامت يستضيف في أمبي على استاد الدفاع الجو استاد تلاتين يونيو الساعة السابعة من مساء اليوم وأيضا سموحة يستضيف الأهلي على استاد الأسكندرية الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم مباراة مهمة جدا لا بديل عن الثلاثة نقاط ومشوار بإذن الله يكون موفق للكابتن سامي أمصان خلال الفترة اللي جاية خاصة مع قرب خلاص الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الذي سيقود الآن ابتداء من الأيام القليلة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع فقر الترند الترند وعندنا فيها أخبار وكواليس مهمة جدا تابعونا أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند النهاردة بالتأكيد الفقرة ده هتكون مخصصة فقط للحديث عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المنعقد الآن في مقر اتحاد الكرة بالجبلية لمناشة العديد من الملفات ملف المدير الفني للمنتخب الأول ملف المدير الفني للمنتخب الأولمبي ملف المدير الفني لاتحاد الكرة وكلها ملفات تتعلق باختيارات مدربين أجانب لقيادة المنتخبات خلال الفترة القادمة أيضا كمان ملف التحكيم وما يحدث في التحكيم المصري خلال السنة الأخيرة أو آخر سنتين والأداء والمستوى التحكيمي السيء الذي وصل إليه التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة وعدم يعني إقامة دورات تدريبية عدم إقامة محاضرات فنية بشكل دوري للحكام انشغال رئيس اللجنة عسام عبد الفتاح بأمور فرعية بعيدة كل البعد عن الاهتمام بتطوير ملف التحكيم خلال الفترة الجاية كل الملفات دي بتتناقش النهاردة في اجتماع اتحاد الكرة اللي بدأ حوالي الصاعة واحدة ونص دهر اليوم ومنتظرين بالتأكيد القرارات لأن النهاردة مش هيكون فيه مؤتمر صحفي اتحاد الكرة قال مبارح أن الاجتماع أول ما ينتهي هيكون فيه بيان مكتوف فيه كل القرارات اللي هتصدر عن مجلس الإدارة خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لملف المدير الفني للمنتخب قبل ما أبدأ الحلقة يمكن أنا شايف أخبار كتير قوي على السوشيال ميديا باولو سوزا اعتذر في حد قال له ما تشتغلش مع المجلس اللي موجود حالان في اتحاد الكرة فيه كلام أن برضو حتى الكرواتي فلاديمير بيكوتويتش الكرواتي وده كان مدرب منتخب سويسرا اللي كان تم الاتفاق معاه خلال اليومين اللي فاته وكان ممكن يقود يقود المنتخب كمان اعتذر كل الكلام ده موجود من خلال السوشيال ميديا ونسبة تتكلم على أن فيه رسائل من كارلوس ساكيروش للمدربين وفيه كلام يعني مش عارفين حقيقته ايه خلال الفترة اللي جاي بننتظر القرار الرسمي أو نعرف الأحداث بالزبط جوه اتحاد الكرة هل النهاردة هيتم اختيار مدير فني هل فعلا فيه اعتذار للبرتغالي باولو سوزا هل فيه اعتذار الكرواتي فلاديمير بيكوتويتش هل دي اعتذارات هل كارلوس ساكيروش لسه فيه اتصالات معاه بخصوص أزمة الشرط الغرامة اللي وقعت عليه كل الأخبار دي بالتأكيد احنا بننتظر بيان رسمي وموقف رسمي من اتحاد الكرة عشان نعرف الخريطة الفترة الجاية المنتخب عنده معسكرين في الفترة اللي جاية معسكر في شهر 9 عالي العب فيه جولتين للتصفيات الافريقية المؤهلة لكودفوار وفيه معسكر في شهر مارس مفيش أحداث تانية مفيش أجندة تانية مفيش مطشط تانية فبالتالي مفيش مساحك انت تعمل مطشط كتير الفترة الجاية هل ممكن اذا ما تمش التعاقد مع مدرب أجنبي يتم الاتفاق مع مدرب وطني وبعد كاس العالم في الدوحة يتم التعاقد مع مدير فن أجنبي يقود المنتخب خلال السنتين الثلاثة اللي جايين قبل كاس العالم حتى عشرين ستة وعشرين ما فيش أي مؤشر أو معلومة مؤكدة في الملف ده فعشان كده أنا انتظر مسألة المدير الفن المنتخب مصري مين هو لما يطلع قرار من اتحاد الكرة يشرح ملابسات كل هذه الأخبار اللي منتشرة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا طيب الجزء التاني وهو متعلق بلجنة الحكام على مدار الإسبوعين اللي فاته أنا فتحت الملف ده وتكلمت فيه بمعلومات وتكلمت أن التصرحات اللي قالها عصام عبد الفتاح هيكون لها دور كبير جدا في توجيه الشكر ليه وإقالته من لجنة الحكام خاصة لما طلع يتكلم عن الخابير الأجنبي أيا كان اسمه حتى لو كلاتنبرج وفكرة أنه مش محاضر أصلا ملعبش كاس عالم كلها مش مبررات أصلا يحق لرئيس اللجنة أن يطلع يعلق على قرار لمجلس دارة اتحاد الكرة وتكلمت أن الكابتل العصام حتى لما تعين في 2013 في شهر يناير 2013 لا كان محاضر دولي ولا محاضر إفريقي ولا عضو لجنة حكام في الكاف ولا أي حاجة خالص كان حكم دولي سابق والناس رشحته لأنه وقتها كان جواهة اتحاد الكرة اللي كان في وقتها مسؤول عن الاتحاد الأستاذ جمال علام فاداله الخطوة دي أنه هو يشرف على اللجنة ويكون رئيس اللجنة مع عضوية اتحاد الكرة النهاردة تحديداً في اجتماع اتحاد الكرة أن الناس كلها مستنية القرار اللي هيطلع من اتحاد الكرة بخصوص ملف التحكيم ومن الكواليس ومن الأخبار اللي عندي أنه بنسبة 99 وتسعة من عشرة تم توجيه الشكر للكابتن عسان عبد الفتاح ويكون النهاردة الخبر الرسمي إقالة رئيس اللجنة خاصة أن الأمر مش متعلق فقط بالتصريحات لا ده كمان بسبب المستوى الفني لكم أن تتخيلوا أن في 14 نادي من 18 نادي مقدمين شكاوي رسمية في اتحاد الكرة ضد لجنة الحكام ضد الأخطاء التحكمية اللي بتحصل في المطشاط ومحدش عايز صحح الأخطاء أو يتعلم من الأخطاء اللي فاتت بالعكس رئيس اللجنة دايما بيطلع يثبت أنه وجدت نظره صح وبيتحدث حتى كمان مع خبراء التحكيم اللي بيطلعوا في الستجهات التحليلية عشان يغيروا الأراء الفنية اللي ممكن تتقال في لعبة أو لعبتين ومباراة القمة الأخيرة لأهل والزمالك كانت خيروا شاهد على هذا الخبر وعلى هذه المعلومة لكن النهاردة اتحاد الكرة هياخد قرار بإقالة عصام عبد الفتاح وحاليا حسب الأخبار اللي جات لي من اتحاد الكرة أن الخبير الإنجليزي مارك تلاتنبرج وصل القاهرة حوالي الساعة 3.5 من عصر اليوم وفي اجتماع حاليا معاه عشان بدء التفاوض حول المرحلة القادمة تلاتنبرج كان هيجي عشان يتابع بس الشهرين الجايين الدول المصري ظروفه وملابساته ومشاكل التحكيم ويبدأ العمل من شهر التسعة ولكن بعد تصرحات عصام عبد الفتاح وانتقاده لقرار اتحاد الكرة أصبح لزاما على أعضاء مجلس الإدارة النوم النهاردة يتخذوا قرار بإقالة رئيس اللجنة وتوجيه الشكر ليه ومنح الفرصة كاملة لكلاتنبرج خلال الساعات اللي جاي عشان يتولى مسئولية لجنة الحكام هل كلاتنبرج هيشتغل لوحده؟ المعلومة اللي جات لي انه كمان فيه تلات مساعدين معاه ولكن تلات مساعدين مصريين هيكونوا حكام سابقين من التحكيم المصري خلال الفترة اللي فاتت من الأسماء لسه مش مؤكدة بالنسبة لي لكن الكلام اللي وصل لي انه كلاتنبرج وهيكون معاه تلات مساعدين مصريين وهيكون هو معاه كل الصلاحيات لكن بالطبع لازم يكون معاه مساعدين عشان يبدأ يفهم المنظومة التحكيم مشغلة ازاي ومشية ازاي وانا من دلوقتي بقول لكم الراجل ده هيواجه صعوبات كبيرة جدا وهيواجه معوقات كبيرة جدا في حكام مع الكابتن عصام وفي حكام بيحبه الكابتن سمير في حكام بيحبه الكابتن جمال في حكام بيحبه الكابتن ياسر في حكام بيحبه الكابتن ناصر ده موجود في منظومة التحكيم لكن انا رسلتي للحكام عشان كلنا ننجح لازم تتعاونوا مع رئيس اللجنة اللي قادم وعلى فكرة سبب رئيسي في تعاقد اتحاد الكورة مع خبير أجنبي الناس ممكن تتفاجئ بالمعلومة اللي هقولها هو عصام عبد الفتاح أكبر الناس كلها بلا استثناء أنها توصل للقرار ده وصل للناس أن المنظومة دي لو أنا مشيت ما يجيش حد مصري فوصل للناس أن لا ممكن يجي خبير أجنبي وفي البداية كان فيه كلام على الخبير الأجنبي وما كانش فيه اعتراض منه لكن إيه فجأة خرج بتصريحات سبب صدمة لمجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام وكل أعضاء المجلس اللي كانوا حتى يعني متعاونين معاه أو بيحاولوا يقفوا في صفه بعد تصريحاته الأخيرة خسر الترابيزة زي ما بيقولوا يعني لو بيجي اتخذ قرار بيقولك أنت قوتك إيه جوة الترابيزة الناس اللي قعد على ترابيزة مجلس الإدارة طولة الاجتماع مين معاك مين مش معاك بعد تصريحاته وخسر الترابيزة كلها فكل الأعضاء بلا استثناء خلاص خدوا قرار أن يتم توجيه الشكر لي قلته ويكون فيه بداية العهد جديد معك لاتنبرجي الفترة اللي جاية أنا كنت أتمنى أن يكون رئيس اللجنة مصري لكن صدقوني والله اللي حصل ده أكبر الجميع اللي هما يستعينوا بخبير أجنبي لأن الكابتن عصام كان كل هدفه يوصل بمنظومة التحكيم أن لا يجي بعده سامير عثمان ولا يجي بعده ياسر عبد الرؤوف ولا ناصر عباس ولا جمال الغندور أنا خرقت يجي خبير أجنبي والأيام بقى هي اللي هتثبت إذا كانت وجهة نظره هو صح ولا غلط فيبقى فيه معوقات للخبير الأجنبي الناس كلها لو سعدت هي في النهاية النجاح للتحكيم المصري لا نجاح لكلاتنبرج ولا نجاح لعصام عبد الفتاح ولا نجاح لأي حد تاني التحكيم المصري اللي هينجح فأتمنى الفترة الجاية يكون فيه تعاون الجزئية التانية والأخيرة والأهم عشان برضو أديكم يعني إثبات إن الكابتن عصام مش في دماغه أصلا التحكيم المصري في شهر يناير وفبراير كان ضمن اللجنة اللي تم اختيارها عشان تبقى موجودة في الكاميرون للإشراف على عمل التحكيم في كهس الأمم الإفريقية للرجال وكلنا استغربنا وتفاجئنا الكابتن عصام رغم إن اسم موجود في القايمة أنا القايمة معايا عشان لو طلع نافع وقال لك أنا ما كنتش عندي يعني ارتباط في كهس الأمم الإفريقية في الكاميرون لا أنت كان عندك ارتباط والكهف كان اختارك في القايمة اللي هتشتغل في اللجنة خلال وقتكم في الكاميرون بس أنت اعتذرت لين شغالك بإيه؟ التحليل في الستوديو التحليلي هنا في مصر لأحدى القنوات أو أحدى البرامج دلوقتي وحنا رحينا على آخر شهرين في الدوري ساب كل ده ورايح يحضر كاس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب يعني مدى أهمية حضور عضو اللجنة أو رئيس اللجنة في حدث كبير زي كاس أمم إفريقيا للرجال في الكاميرون ومدى يعني التسلسل بقى لما نشوف قوة البطولة وهمية البطولة وساب دي ورايح يحضر كاس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب ده يندل على شيء بيدل أنه لا في دماغه التحكيم المصري ولا في دماغه تطوير التحكيم ولا في دماغه أي أمر متعلق بالتحكيم بل بالعكس هيقول لك أنا قدمت استقالة وأنا مش هشتغل مع خبير أجنبي مرحش كاس عالم والقصة دي أنا اتكلمت فيها الإسبوعين اللي فاتوا فبالتالي عايز يطلع في صورة البطل يعني أنه مشغول ببطولة إفريقية وبيمس المصر فبالتالي اتفاجئ أن اتحاد القرى عايزي ماشي فهو أقدم استقالة احترامة لتاريخه ومكانته وحاجات كتيرة جدا أنا بقول لكم صراحة يعني إلا هيقولوا في التصريحات النهاردة أو بكرة في خلال الساعات اللي جاية بخصوص القرار اللي هيتاخد النهاردة لكن أتمنى من النهاردة لما يتخذ القرار بالتعاقد مع الخبير الأجنبي ومع معاونين مصريين حكام سابقين المنظومة تنجح هذه التجربة عشان الفترة الجاية عايزين ننهض بالتحكيم المصري آخر حاجة قبل ما أطلع الفاصل بصوا كده على تاريخ الكابتن إبراهيم نور الدين في كل مباراة الدوري المصري السنة دي أدار خمس مباريات للزمالك والأهلي أربعة للزمالك ومباراة للأهلي خمس مباريات ولسه الدوري في أكتر من حوالي عشر اتناشر مباراة بصوا على تاريخ إبراهيم نور الدين بقى في مباراة الفيفا ومباراة الكاف مش موجود لا في البطولات الإفريقية ولا في المراحل النهائية لدور أبطال إفريقيا ولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ولا في التصفيات حتى الفاصلة المؤهلة لكأس العالم حكم بلا تاريخ في أفريقيا وفي الفيفا ومع ذلك في مصر بنشوف مساحة مباراة كبيرة جدا ليه رغم أخطاء التحكمية المتكررة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على مباراة سموحة والأهلي ونشوف الفريب يستعد إزاي لهذه المباراة الهمة الليلة أهلا بحضركم من جديد والحديث عن مباراة سموحة والأهلي في الجولة الثلاثة وعشرين من عمر مباراة الدور العام النهاردة المباراة تتلعب على استادي الأسكندرية الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على استادي الأسكندرية طيب من بارح لجلة الحكام أعلنت تقم التحكم اللي هيزير هذه المباراة المباراة يدرها الحكم الدولي رقم واحد في مصر الكابتن محمود البناء نتمنى له التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة مساعد أول الكابتن محمود أبو الرجال مساعد تاني يوسف البساطي حكم رابع عمر رمضان حكم تقمية الفيديو الفار عمر الشناوي ومساعد حكم فيديو الفار محمد محمود لطفي نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وتكون مباراة موفقة لطاقم التحكم بقيادة الكابتن محمود البناء سموحة بالتأكيد ده وضعه في الجدول مع سعي الأهلي للصدارة مع فارق النقاط وفارق المباراة المؤجلة كل دي بالتأكيد ده هتبقى عوامل مهمة عشان نشوف مباراة مسية ومثيرة مساء اليوم في استادي الأسكندرية لكن عشان نروح لإسكندرية ونعرف آخر أخبار الفريق لازم بالتأكيد نروح لفندق إقامة فريق النادي الأهلي عشان نطمئن من خلال لازمنا كريم أحمد آخر أخبار الفريق والمعسكر اللي دخل فيه الأهلي بالأمس وسافر بعد ختم المرام في ملعب التتشب الجزيرة إلى الأسكندرية للدخول في معسكر مغلق مساء الخير يا كريم إزايك وأهلا بيك مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد تحياتي لي في البداية وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور للنادي الأهلي يمكن زي ما أنت ذكرت طبعا مباراة الدوري العام ومباراة اليوم سموحة والأهلي على السادة الأسكندرية في التاسعة والنصف إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي زي ما شفنا الحقيقة للجدية الكبيرة والإصرار وشخصية النادي الأهلي وروح الفنانة الحمراء اللي كانت برزة جدا خلال المباريات الماضية وتحديدا المباراة بيرامز في بطولة كأس مصر إن شاء الله بإذن الله الدوافع موجودة والرغمة موجودة لكن ينقصنا إن شاء الله محمد التوفيق مع التحضيرات الممتازة والمتميزة الحقيقة من الكابتن سامي أمصان القائم بالعمالة لمدير الفني لفريق النادي الأهلي ضغط كبير جدا حقيقة وتلاحم كبير لمباراة يعني 48 ساعة دي ما بتقدرش أن انت تأهل فيها ولا تقدر أن انت تعالج بعض الأخطاء في المباراة الأخيرة فالحقيقة يمكن بنلتمس العزر الجاز الفني للعبين على الحمل الكبير جدا والضغط الكبير اللي فيه من بطولة كأس مصر لبطولة الدور العام صفر إلى الأسكندرية أمر صعب جدا على فريق النادي الأهلي لكن خلاص هو ده الواقع وهو دي الأمور اللي قدامنا ولابد أن الجاز الفني والعابة النادي الأهلي تتعامل مع هذا الأمر والحقيقة بيتعامله محمد بكل قوة بكل جدية في هدية المرحلة الدقيقة جدا من تاريخ النادي الأهلي ومن تاريخ كل لعب المرحلة دي مهمة جدا يمكن الجهاز الفني بيقوم بدوره زي ما بنأكد في كل مرة لكن الدور الأكبر على اللعبين في هذه المرحلة واللعيبة بتأدي الحقيقة كل اللي عليها برغم الغيابات ورغم حالة الإيجاد الكبيرة جدا اللي بتضرب أكتر من اللعيب في كل مباراة كل مباراة بنفقد لاعب واثنين وثلاثة أمر صعب جدا على الجهاز الفني وعلى الشكل العام للتوليفة الحداشرة بيكون متواجدين انت عايز يكون على الدكة عدد من اللعيبة يتصنع الفارج بشكل كبير جدا لكن عندنا النهاردة بشرة كبيرة جدا عدد كبير من العيبة النادي الأهلي كانوا غايبين خلال المرحلة الماضية وعادوا الحمد لله في مباراة اليوم على رأسهم حمد فتحي حسين الشحات أيمن أشرف علي لطفي محمد عبد المنعم إضافة إن شاء الله بإذن الله الفريق النادي الأهلي سواء اختيارهم في التشكيل الرئيسي أو على دكة البودلاء لكن محمد يمكن لما يتم إعلان القائمة الأمس الحقيقة كل يتسأل على قائمة فريق النادي الأهلي وكل يتسأل من خارج القائمة أنا أقول لك طبعا سريعا قائمة النادي الأهلي المتواجدة في معسكر فريق النادي الأهلي هنا في الأسكندرية الشناوي علي لطفي مصطفى شبير محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول كريم فؤاد ديانج حمد فتحي كوكا طهر محمد طهر حسين الشحات صلاح محسن زياد طاري حسام حسن محمد شريف ومحمد عبد المنعم وأفشا اللي خارج من القائمة بدر بنون محمود متولي عمر السلية ومحمد محمود عمر السلية الحقيقة بزن مجود كبير جدا من الفترة الماضية والتلاحم الكبير المباراة ويمكن كان صرح الكابتن سامي ومصن على الجهد الكبير الحقيقة على عمر السلية ريح يوم من التدريبات ويمكن كمان النهاردة فيه تأني كبير جدا عليه أنه يكون خارج القائمة للاستفادة بي إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي سواء في بطولة الدورة العام أو في بطولة كأس مصر بدر بنون أيضا كمان هي رؤية فنية متولي رؤية فنية محمد محمود رؤية فنية الموجود إن شاء الله بإذن الله في قائمة فريق النادي الأهلي يخيم التركيزه من نهاردة كالعادة دخلنا يكون في المباراة بشكل جايد جدا لفريق النادي الأهلي ويا رب إن شاء الله الإدارة الفنية المميزة للكابتن سامي ومصن اللي شفناه على مدار المباراة الماضية يكون ختمه مسك إن شاء الله النهاردة للكابتن سامي ومصن قبل بقى الإعلان والأمور الخاصة بها المدير الفني كلنا في انتظار طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للإعلان بشكل كامل إن شاء الله سواء المعاد وأيضا كمان المدير الفني وإسمه وكل الأمور دي لكن بأكد لك محمد اللي عيبة فصل هذه الأمور بشكل كبير جدا وده اللي أكد للكابتن محمود الخطيب في تدريب الأمس تواجد الحقيقة لكابتن محمود الخطيب كلماته بتبقى بسيطة جدا لكن أكد على أن لابد يكون غالق تام لكل الأمور الخاصة بالمدير الفني وكل الأمور دي عندنا مهمة صعبة لمباراة اليوم مباراة سموحة فيا رب محمد للأجواء اللي احنا عايشين فيها وحالة التركيز الكبيرة جدا اللي مع العابة النادي الأهلي تكون مردودها هائل النهاردة ورائع كالعادة في تسعين دي إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي أداء ونتيجة وده اللي بنعمله إن شاء الله في انتظار بقى جمهورنا إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يزين استاد الأسكندرية كالعادة يعني السند الدعم كل حاجة بنقول على الجمهور النادي الأهلي في هذه المرحلة فيا رب محمد يكون موفقين النهاردة في مباراة اليوم أعتقد ده أول معسكر لمحمد عبد المنعم منذ فترة طويلة يعني حتى من قبل مباراة الوداد المغربية كريم بالتأكيد يا محمد طبعا يعني منعم واحد من الإضافات الرائعة والمميزة جدا قوته وإصراره وشخصيته ببان في المباراة الكبيرة جدا فالنهاردة إضافة كبيرة جدا ممكن نشوفه نهاردة على ديكة بودلاء أو في 11 الرؤية فنية طبعا لكابتن سامي أمصان لكن بأكد لك على جهزيته التمى البدنية والفنية إن شاء الله نهاردة يكون ورق رابحك العادة مع فريق النادي الأهلي لكل محمد جاهز يعني كل اللعبة اللي أنا ذكرتها لك اللي راجع من الإصابة جاهزة بشكل كبير جدا تعريب يكون في تأني من الجهاز الطبي على أي لعب يتم الدفع به إحنا نفسرنا محمود وحيد الحقيقة في المباراة الماضية كما كمان غياب عبدالقادر وأكرم توفيق ومكسوني عدد كبير أيضا كمان من لعبة النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله الثقة موجودة في كل المتواجد أي 11 رجل بيكونوا متواجدين محمد في أرضية الملعب في بطولة الكأس مصر في بطولة الدوري راهنا بيبقى كبير جدا عليهم لأن احنا بنشوف التدريبات وبنشوف الحماس جلسات اللعيبة الكبار لكل بيتكلم على أهمية المرحلة واللعيبة الحمد لله بنشوفها في كل المباراة لآخر دية بتلعب لآخر دية لآخر ثانية لكن التوفيق لو معاك إن شاء الله محمد نيزر نحسن مباراة اليوم بكل جدية وقوة إن شاء الله وإصرار لعبة النادي الأهلي المعهود والمعروف لدى جمهور النادي الأهلي برضا كريم عايز أأكد معاك على معلومة عمر السلية هو خرج من القايمة المباراة مش لأسباب فنية أو أسباب طبية هو أمبرحة مرن مرن جامعي بالكامل والجهاز استحبوا معاه إلى المعسكر في الأسكندرية لكن في إطار فكرة الروتيشن التغيير والتدوير ما بين اللعيب عشان ضغط المرشاط أكيد يا كريم بالتأكيد يا محمد طبعا هنا نقطة مهمة جدا لأن انت يمكن بعد ما انقلص ممكن تلاقي اجتهدات كثيرة جدا السلية عنده أصابة السلية عنده إجهاد دعام السلية عنده شد لا أنا أكد لك إن السلية هو تحفظ بس على عمر السلية لأن مجهوده كان كبير جدا يعني دوره كبير جدا لفترة الفاتت ممكن راجل ده مريحش بشكل كبير مع حمدي فتحي مع أيمن أشرف مع كل اللعيبة لكن ممكن أيمن كنا فقدينه في بعض المباريات حمدي فتحي كمان بريح بشكل كبير خلال أيام الموضية ألام الحود لكن عمر السلية بأكد لك مفيش أي شيء لو عمر السلية نهائي هو ممكن كان خد يوم راحة من قلة تدريبات مرن المبارح بالتضيئة المميزة جدا وأدى جرعة تدريبية كاملة لكن هو فيه تحفظ وتأني جدا لأن المشوار طوي لنحن عندنا محمد 48 ساعة مباراة سوما 48 ساعة مباراة أمر صعب جدا فلابد يكون الجهاز الفني والجهاز الطبي على تنصيق عالي جدا طبعا إيه اللعيب اللي نقدر نتم الدفع به إيه اللعيب اللي نقدر نريحه والسكواد مميز جدا عندنا أي لعيب يكون متواجدا تعرف محمد طبعا أي لعيب مهما كان الدور ومهما كان الوظيفة ومهما كان المركز مختلف هي مهمة إن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الآلي نهاردة ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا جدا لفريق النادي الآلي في الحفاظ طبعا من شكل عام على سلسلة الانتصارات المميزة ومنها إن شاء الله نقدر ندلم نقاط خلال المرحلة القادمة في ظل الضغط الرهيب على لعيبة النادي الآلي في بطولة الدور العام وفي بطولة كأس مصر الجو عندك في اسكندرية أعتقد أفضل من القاهرة يعني عايز عادة النهاردة نشوف مبارك وقياسة بالليل في الصهرة في اسكندرية فنسمات الجو كده والجو عندك أكيد أفضل كتير من القاهرة وطبعا يعني قياسا بدرجات حرارة القاهرة لا يعني أقدر أقول لك لدرجة الحرارة هنا حتى هذه اللحظة ممكن آه في شمس لكن في رتوبة شوية في أدية التوقيت لكن تسعة ونص إن شاء الله موعد المبراج جو يمكن درجة الحرارة تصل لتلاتة وعشرين رتوبة تقل شوية يا رب إن شاء الله المناخ Què يكون مساعد لعيبة النادي الأهلي السادلة أسكندرية أردتها مميزة جدا فيعني إن شاء الله بإذن الله الظروف والأجواء الطيبة جدا التي نحن متوجد فيها فندوق القاومة كل الأمور دي ي varit موفق فيها النادي الأهلي وأيضا كمان بندعي الطاقم التحكيم كالعادة يكون موفق في قراراته سواء لنادي الأهلي ونادي السموح إن شاء الله يكونوا موفقين وإن شاء الله بإذن الله لعبة النادي الأهلي تقدر أن تحصل ثلاث نقاط يكونوا مهمين جدا محمد في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدورة في محاضرة يا كريم قبل التحرك ولا المحاضرة يتعاملت بعد الغداء على طول لا يمكن أن أدروا لك محمد البرنامج الخاص بفريق النادي الأهلي يعني خلاص من اللحظات كان انتهى الوجبة الغداء لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني المحاضرة يكون سبعة وتلت يعني هي عشر دقايق فقط لغير المحاضرة في فندق لقامة على أن توجه حفلة فريق النادي الأهلي لأستاذ الأسكندرية في تمام السابعة والنصف تعرف محمد يعني من فندق لقامة حتى السادة الأسكندرية من 25 إلى 30 دقيقة فده عمر طبيعي جدا أنت تصل قبل المباراة بساعة ونصف لكن المحاضرة مش هتستغرق وقت كبير جدا هي عشر دقايق كتير جدا ويتوجه النادي الأهلي لأستاذ الأسكندرية زميل العزيزة كريم أحمد مفد قناة الأهلي واللي بالتأكيد موجود مع بعثة الأهلي في الأسكندرية استعدادا لمباراة سموحها الليلة في الدوري شكرا جزينا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات وأعلن قائمة الأهلي وتم خروج أربع لعبين من القائمة عمر الصلية بدري بنون محمود متولي وأيضا محمد محمود أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع تريند الأهلي والسوشيال ميديا وإيه اللي تكتب في الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي نروح لتريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي إيه خلال الساعات الأخيرة أول حاجة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي قائد كبير وحارس عملاق صورة الشناوي ومكتوب في إيها دائما مكان حاضرا في الموعد وفرص الرهان الذي يحافظ على قيم وسوابط الأهلي طبعا هو دعم مهم جدا من الحساب الرسمي للنادي الأهلي وهي رسالة لجمهور الأهلي خلال الفترة اللي جاية ثقة في حراسة المرمى دعم الحارس الأول لمنتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي وأيا كانت الأخطاء اللي ممكن تحصل لأي حارس في العالم بتبقى كبوة لكن لا خلاف على إمكانيات وقدرات محمد الشناوي فبالتالي نتمنى أن الفترة الحالية يعني تنتهي بسرعة والشناوي يقدر يرجع بسرعة للمستوى وإن شاء الله نهاردة بدءا من مبارات سموحة نشوف الشناوي اللي كان موجود قبل كده وأتمنى برضو السوشيال ميديا متتكلمش كتير في الجزئية دي لأن ده بيحصل مع أي حارس في العالم وأي لعب في العالم دايماً بيتعرض لكبوات وبوط في المستوى أنت بتلعب ماتشاط بقالك سنة 2-3 بشكل متواصل شناوي لعب كل البطولات اللي ممكن أي حد يتخيلها يعني لعب بطولة إفريقيا للأمم لعب دولة أبطال إفريقيا مع الأهلي لعب كاس عالم أندية لعب كاس عالم في روسيا سافر مع المنتخب الأولمبي ولعب أولمبيات تا توقيو لعب كل المستويات في السنين اللي فات نروح لحساب يلا كورا بتكلموا على التشكيل الأهلي المتوقع مفضلة بين السلية وفتحي وثلاث تغييرات أمام سموح طيب مبدأياً كده السلية خلاص خرج بر القيمة طبقاً للي قالوا معنا زبننا كريم أحمد لكن التشكيل المتوقع الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني ديانج مفيش بقى السلية ممكن يبقى حمد فتحي حسين الشحات أفشا طاهر محمد شريف نروح كمان لكورا بلاص وبيتكلموا على الخبر اللي قالوا زمننا كريم أحمد الأهلي يستبعد بدر بنون وثلاث آخرين أو ثلاث لعابين آخرين قبل مواجهة سموح الكنامة على السلية بدر بنون محمد محمود ومحمود متولي وبرس تاوحون عبدالقادر ولويس ميكسوني ومحمود واحد بالتأكيد هم مش موجودين في القيمة أصلاً ما سفرش اسكندرية لأن هم مصابين ولسه مش هلحاول مطشات في التوقيت الحالي حساب في الجول بيقوله خبر في الجول استبعاد عمر السلية من مباراة سموحة لإرحته بسبب الإجهاد وخروج بدر بنون من القيمة رغم جهازياته من الناحية التوبية استبعاد عمر السلية لإرحته بسبب الإجهاد ده بالتأكيد تأكدنا كلنا منه أن السلية لعب مطشات كتير ومعدل مباراة السلية الفترة الأخيرة كبير جداً وبالتالي كان محتاج جراح على أقل يريح مطش ويريح كمان مباراة بترجيت ممكن يريح مطش الكاس كمان مع بترجيت السبت الجاي لأن السلية مش الأهل بس السلية بيلعب مع الأهل ومع المنتخب السلية لعب طلطة العرب في الدوحة لعب مع الأهل كاس عالم أندية لعب مع الأهل دورة بطال إفريقيا لغاية نهاية المشوار يوم 30 مايو لعب كاس أمم إفريقيا مع المنتخب والمنتخر كلنا فاكرين بخلاف أنه لعب بالتأكيد ده سبع مباريات بس يحسبوا كده معايا دورة 16 إكسترا تايم دورة 8 إكسترا تايم قبل النهائي إكسترا تايم النهائي إكسترا تايم فبنتكلم أن المنتخب لو لعب سبع مطشات زي أي فرقة بتلعب في البطولة الإكسترا تايم ده يخلي المنتخب لعب مباراتين كمان زيادة عن كل الفرقة فبالتالي السلية يعني بزل مجهود كبير جدا على مدار السنة الأخيرة بشكل لا يتخيله أحد فبالتالي يريح النهاردة عشان ما يتعرضش لأي إصابة وكمان غالبا ممكن كمان يريح مبارات بترجيت في الكاس طيب نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا على القيمة التسوقية ما بين فريقي الأهلي وسموحة صفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك قالوا أن الأهلي بيتفوق على سموحة في القيمة التسوقية الأهلي 31 و850 ألف طب تبقى 31 مليون يورو رقم كبير جدا يمكن أكبر رقم في الفرق الأفريقية مش المحلية بس وسموحة 5 مليون يورو و980 ألف فرق شاسع احنا بديتكلم في أكتر من 5-6 أضعاف لكن على فكرة في أرضية الملعب الأرقام ذي كلها ما بيبقاش لها معنى ولا هدف ولا طيمة لأن في النهاية أنت 11 لعب واللي بيبزي المجهود أكبر في الملعب هو اللي بيقدر يكسب شوفنا بلكده منتخم مصر بيلعب قدام إيطاليا والبرازيل وفرق عالمية كبيرة القيمة التسويقية فرق شاسع ومع ذلك بتقدر لعبتنا تعمل مباراة كبيرة حتى مع الفرق الأفريقية في 2006 كنا باللعب قدفوار والكاميرون ومنتخبات كبيرة وما كانت ساعة عندنا إلا محترف ولا اتنين والقيمة التسويقية كتبيرة لكن المنتخب عارف يكسب فالأهل النهاردة بغض النظر للأرقام دي لازم يركز ويبزي المجهود كبير في مباراة سموح طيب الوطن الرياضي بيتكلموا على المريكات القادم وانتقالات في الصيف مصدر في الأهلي تأكد رحيل سنايا أجنبي في نهاية الموسم والكلام على استقرار على رحيل بدر بنون ولويس ميكوسوني الانبارح أنا قد قرد خبر أن بدر بنون فيه عرض جيله من قطر عرض رسمي لا لأن الأهلي ما أعلنش أن فيه أي عرض رسمي تلقاه من أي نادي قطري للتعاقد مع بدر بنون ممكن تكون فيه مفاوضات شفاهية وارد ممكن يكون فيه مفاوضات على زيادة القيمة الصفقة وارد لكن اتجاه أو قرار رسمي الأهلي يعلنه بخصوص بدر بنون لسه مش دلوقتي بدر النهاردة مش موجود في القايمة هل الأمر هيكون متعلق بقى بالمريكات القادم بدر مش هيكمل ده هنشوفه خلال الساعات اللي جاية بالنسبة لويس ميكسوني أنا بأكد للجميع لويس ميكسوني إذا رحل عن الأهلي في مريكاتو الصيف بنسبة كبيرة جدا ممكن يعود من جديد إلى سيمبا التنزاني صفحة رسمية للوطن بتتكلم أن فيه إمكانية لعودة لويس ميكسوني إلى نديه السابق سيمبا التنزاني وأعتقد بقى ممكن يبقى فيها تفاوض بس في النهاية كل الملفات دي مش هيتم حسمها بنسبة مؤكدة إلا لما يتولى المدير الفني الأجنبي قيادة الأهلي خلال الساعات اللي جاية عشان على الأقل اللي يبدأ يشوف القايمة اللي معاه مين يستحقه أن يكمل مين الأفضل أنك يتم تسويقه مين الأفضل أن يتم إعارته كل الأمور دي بالتأكيد لازم تكون تحت رؤية الجهاز الفني الجديد اللي يقود الأهلي خلال الساعات اللي جاية آخر حاجة وحساب يلا كورة بيقولوا مصدر ليلا كورة الأهلي لم يحاول ضم منتصر الطلبي طبعا هنا بنتكلم على مدافع منتخب تونس وفريق روبين كازان الروسي منتصر الطلبي بيكلموا أن الأهلي بيفاود منتصر الطلبي وفيه عدد من مواقع يتكلمت على كده لكن النهاردة الحساب الرسمي يلا كورة على تويتر من خلال مصادر أن الأهلي لم يفاود ولم يحاول ولم يناقش أصلا فكرة انضمان منتصر الطلبي خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات والتفاصيل اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند عشان وقتنا بيجري معكم بسرعة نروح للترند المحلي ونشوف آخر أهبار مدرب منتخب مصر حساب كورة بلس على تويتر آلون البرتغالي باولوس سوزا اعتذر عن قيادة المنتخب مصر بعد أن أصبق وأبدأ موافقة بشكل رسمي على تولي المسؤولية وذلك بعدما تلقى اتصالة من كارلوس كيروش أيضا فلاديمير بيتوكوفيتش ومدرب منتخب سوزا السابق يعد أقوى المرشحين حاليا ليكون مديرا فنيا لمنتخب مصر أحد وقالية اللاعبين رشح في الساعات الأخيرة روي فيتوريا البرتغالي وأكد أنه وافق على تقليل راتبه لرغبته في تدريب منتخب مصر وأنا عايز أقول لكم أنه فيه مستجداد في هذا الملف واتحاد الكرة اليوم لن يعلم عن المدير الفني الأجنبي الذي سيقود منتخب مصر خلال الفترة القادمة الأخبار اللي بتخرج من الاتحاد الوقت أنه هيكون فيه تأمني في اختيار المدير الفني بعد اعتذار باولو سوزا وبعد اعتذار يوكوفيتش كل المدربين بيعتذروا وفيه كلام زي ما انتوا شايفين كورا بلاسي بيتكلم عن أن كارلوس ساكيروش حذر باولو سوزا نفس الأمر حصل مع المدرب فلاديمير بيتوكوفيتش فكل الأمور دي بالتأكيد محتاجة توضيح من اتحاد الكرة لازم يكون فيه معلومة تطلع من اتحاد الكورا يوضح فيها للناس الكلام ده صحيح ولا غير صحيح لكن المعلن دلوقتي أنه مش هيتم الإعلان عن المدير الفني وهيكون فيه تأني في اختيار المدير الفني كورا 11 على تويتر بيكلموا عن ماركو أو بيكلموا على فلاديمير بيتوكوفيتش وبيقولوا أنه بيحمل تلك جنسيات صاحب إنجازين من هو فلاديمير بيتوكوفيتش أصبح الأقرب لطولي تدريب الفرعنة بعد اعتذار البرتغالي باولو سوزا لكن كمان فلاديمير بيتوكوفيتش بيقال أنه كمان يعتذر في الساعات الأخيرة وأثناء اجتماع اتحاد الكورا خبر في الجول من خلال حساب في الجول بيتكلموا على الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرن يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء ومن أجل التعاقد مع اتحاد الكورا لتطوير منظومة التحكيم المصرية خلاص خلال ساعات هيتم الإعلام بشكل رسمي وهيكون معاه ثلاث مساعدين وبيقال أو بيتردد أن أحد المساعدين هيكونوا معاه جهاد جريشا يلا كورا وحساب يلا كورا بيقولوا مصدر ليلا كورا عسام عبد الفتاح قرر الاستقالة من رئاسة لجنة الحكام أتركوا في الفقر الترند أن عسام عبد الفتاح هيطلع يقول أنه قدم استقالة ومش هيكمل لكن اتحاد الكورا واخد قرار تحوى بداية عهد جديد بقى لمنظومة التحكيم مع خبير أجنبي يكون متفرغ لتطوير المنظومة خلال الفترة اللي جاية طيب الترند العالمي عندي فيها خبر مهم متعلق به محمد دا صلاح والوطن الرياضي ركز على خبر بيتعلق بصلاح مفجأة محمد صلاح وديبالا خارج حسابات ريال مدريد لصالح نجم بايرن ميونيخ بيقولوا أن خرج المصر محمد صلاح جناح لفربول والأرجنتيني باولو ديبالا لعب اليوفي من حسابات ريال مدريد الأسباني بعد أن كشفت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية عن سعي الفريق الملكي لضمهما وفقا للتقارير اللي نشرته صحيفة مندو ديبرديفو الأسبانية أن ريال مدريد سوف ينتظر حسم مستقبل كل من داني سيبيوس ولوكا يوفيتش وماريانو دياز من أجل تحديد ماذا كان سيجري تدعيم في الهجوم ولا لا لكن صلاح وديبالا مش موجودين على خارطة انتقالات فريق ريال مدريد السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لنتيجة مباراة سموحة والأهل ومين هيحرز الأهداف أستاذ جمال بيقول مرشوات الأهل وسموحة دايما صعبة بس إن شاء الله هنكسب إن شاء الله الأهل يكسب أستاذ السيد محمد هيبة بيقول 02 لصالح الأهل أستاذ أحمد السيد بيقول 02 للأهل إن شاء الله محمد شريف ومجدي أفشة يلا يا أهلي أستاذ أحمد أمين بيقول مساء الخير عليك يا محمد تحياتي ليك تحياتي ليك يا أستاذ أحمد بيقول من وجهة نظرة توقع فوز النادي الأهل إن شاء الله 02 الأهداف شريف وأفشة وكل التوفيل النادي الأهلي إن شاء الله الدوري يا أهلي أستاذ زمازن بيقول إن شاء الله 0-2 للأهلي شريف وصلاح محسن أهلاوي والفخر لي آخر مشاركة معايا أستاذ أيمن ياسين بيقول 0-4 للأهلي شريف طاهر حسام حسن صلاح محسن إن شاء الله نكسب نعمل سكور الحلة المعنوية عالية الجمهور كله بيتوقع الانتصار والنتيجة والكل بيتوقع يكون فيه هدف لمحمد شريف مع صلاح محسن وأفشا في مباراة اليوم أمام سموحة إلى هنا أصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي الإسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء